لا يجوز ولا يصح نتهم كل القبائل أنهم تخاذلوا ولا حتى طب صنع الكل الدواجب كما ينبغي إلا أن الكل لم يكن يتوقع الترتيب والتجهيز الكبير المسبق لهذا العملية قد يكون حدث تقصير من الذي كانوا قادرين على العون من الخارج شركاء العمل بالخارج القوات المسلحة التي كانت على أبواب صنع ولم يحدث مع الأسف منهم أي فعل كما ينبغي أو كما يجب أن يلتقضوا كما ذكر الأستاذ عبدالستار أن يلتقضوا الحدث ويحدث التغيير الإيجابي للفعل بين الداخل وبين الخارج لم يحدث هذا الكلام أما فيما يخص القبائل فقد هبوا في الثاني من ديسمبر في كل المحافظات هبوا وسيدروا على كل المواقع وهذا هو كان المطلوب منهم وكان أصلا فكرة الانتفاضة هي انتفاضة لم تكن عمل عسكري هي انتفاضة شعبية للصيدر على أجهزة الدولة لم يكن في هدفها لقتل الحوثيين ولا حبسهم ولا تدميرهم كان الهدف انتفاضة تصحيح المسار تصحيح وللحفاظ نعم على الحفاظ على مؤسسات الدولة الدستورية وإعادة المؤسسات الدولة للوضع الطبيعي الدستوري كما ينبغي فكان هذا البناء وهذا مسار الثورة الحوثيين كان عندهم مسار عسكري آخر مدمر هدفهم القتل هدفهم الصيدر العسكرية هدفهم تدمير اليمنين والحفاظ على السلطة مهما كان الثمن لم يكن هذا هو خيار المؤتمر مهما كان الثمن لا كان خيار الحفاظ على أرواح المواطنين أيضا الحفاظ على كرامة الحوثيين فقط إرجعهم للثواب كان هذا والمؤمل بعد أن يأست المحاولات الأخرى في 2 ديسمبر ينبغي أن نحييه الذي قام بهذا الحدث وعلى رأس سمطة مع الزعيم والأمين العام وندعو لهم بالرحمة والخلود ولذكراهم ومسيرةهم العظيمة مشاع أنه ستضيء للأجيال القادمة ينبغي أن نتذكر أيضا الجنود البارزين والقيادات البارزة في ريمة في حجة، كرامة زرقة، كرامة دشو الشهداء بني سراع، في المحويت، في ريمة، في صنعة كلها الله لم يكسروا